اللغمة ترفعه إلى فيه امرأتك تجر عليها وهي من الإيمان حسن الصحبة من الإيمان حسن صحبة الزوج لزوجته أو حسن صحبة الجار لجاره أو الرفيق في السفر لرفيقه في السفر كل ذلك من الإيمان قال تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة وصل الرحمن الإيمان وبذي القربة واليتامة والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنوب الجار القريب الذي تربطك به قرابة جارك أخوك جارك ابن عمك جارك قريب لك ابن خالتك ابن خالك والجار ذي القربة والجار الجنوب وهو الصاحب في السفر الجاري الجنوب الجاري الذي لا تربطك به قرابة والصاحب بالجنب قيل إنه الزوجة وهذا صحيح وقيل إنه الصاحب في السفر إذا كنت في توبيس أو في سيارة ونزلت تشرب مشروبا لا مانع إن كان موسعا عليك أن تأتي لمن معك بمشروب كذلك فهمنا الإيمان كل هذه أيها الإخوة شعب من شعب الإيمان ما بين مستقل ومستكسر منها فإذا أردت أن يزداد إيمانك فأعمد إلى شعب الإيمان تلك الشعب المتعلقة بالقلب أحيانا باللسان أحيانا بالجواره أحيانا تستمع للخير من الإيمان كما سمعتم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصطوه لعلكم ترحمون فالاستماع والإنصاط للقرآن الكريم من أسباب رحمة الله تعالى بنا ومن كمال إيماننا ومن كمال إيماننا الإيمان شعب كثيرة كما بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان قد قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هكذا قال النبي عاصم قال الحياة وكله خير فلنحرس أيها الإخوة على معرفة هذه الشعب وبعد معرفتها تطبيقها والعمل بها فهذه مراحل الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا تبليغ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رابعا الصبر والجهاد اشتركوا في القناة